اشتركوا في القناة في الجامعة واساتيذة كان يقصوا حذايا هكذا في الدرس يتربوا سنوات والآن تشيعوا جاني واحد منهم قلت له أتقول ما قاله ياسر الحبيب في أمنا عائشة الملعون هذا الذي في لندن قال نقول ما يقول عائشة المبرأة من فوق سبع السماوات ترميها أيها الحقير أيها الخنزير أيها اللعين أيها المجرم أيها الذين اسملك أمي عائشة ترميها بما رمعنا فكون أمي عائشة أمي عائشة أمي عائشة صحابة النبي الذين براهم الله من فوق سبع السماوات ما هذا الذي يحدث في بلدنا أتسبع عائشة يعني هاي المخالف يجي يقول لك يقول لك أمي عائشة أنا ابن عائشة ابن عائشة زين هذه أمك تريد أن تبرها مثلا صحيح خاصة إذا طلع الثور هائج مثل هذا المغربي إذا شايفينه هذا اللي يفقد عقله واحد مخبل مجنون يروح يكسر اللوحة اللي مكتوبة على لفظ الجلالة على المنبر قاعدة ما الشكل ذاكريهم عرضوا بالقناة عندنا عرضين مشهدا له يقول جاءني واحد أنا مستغرب شلون في هذه المدينة ما تذكر المدينة الآن والقرية التي تحدث عنها أنه جاءني واحد ومتشيع تشيع وكان من حضار مجلسي ويحضر عندي سنوات وكذا فمتشيع فقلت له أتقول بما قاله ياسر الحبيب في رمي أمنا عائشة بالزنا يقول فقال لي نقول بما يقول أيها الحقير أيها الزنديق أيها الذي لا اسم لك ما أعرف شي يقول أتشتم أمي عائشة أتقذف أمي عائشة أتقذف أمي عائشة ويتحول الشكل إلى طماطة مشتعل لماذا كل هذا من باب البري بأمك يا أخي إذا كانت أمك قد حادت الله ورسوله لا يجوز لك أن تبرها لا يجوز لك أن تودها يا أخي أمي عائشة